في الخبر الأول هنا أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي التقى سيد الرئيس مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي وأكد خلال اللقاء على ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية كما شدت الرئيس خلال اللقاء مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار طبعا ده احنا عارفين طبعا ده خبر مهم جدا وبنتمنى التوفيق ان شاء الله للبنك المركزي والقيادة الجديدة وانه نقدر كمان في ظل الأزمات العالمية الموجودة نقدر ان احنا نقدم ونقدر نتقدم ونحاول ان احنا نحافظ على اقتصاد بلدنا ونزود الموارد اللي تقدر تدخل علينا أيضا العملة الصعبة وايضا نستثمر أكثر ويكون فيه استثمارات أجنبية نقدر نحافظ عليها ونزيد منها